اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تقولش والنبي ما تقولش والعشرة دول ما ينفعش الكلام ده خالص اي احد الا الله لا تحلف فيه طيب ايه الحل من حلف بغير الله فقط اشرك ايه الحل لو حلفت بغير الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اللي حلف بغير الله فليقول لا اله الا الله ادي اول مشكلة مشكلة التانية وانت بتقول ربي وربك الله وعندك يقين ان ربك هو الله مع ذلك بتقول كلمة برضو مخالفة في العقيدة انك انت احيانا مثلا يحصل لك حاجة تقول لو لا فلان كان حصل لي مش عارف ايه الكلمة دي على فكرة غلط وفي نهي عنها المفترض لما يحصل لك حاجة زي كده تقول لو لا الله ثم فلان لو لا الله ثم فلان كذلك ما تقولش ما تسويش ربنا بحد حتى في الالفاظ النبي عليه الصلاة والسلام جال واحد فقال ما شاء الله واشئت فقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت يبقى انا بتعلم ان انا بصحح الكلام علشان ابقى يعني موحد لربنا كويس لما اقول كلمة زي دي اصحح ما اقولش باذن الله واذنك بما شئت الله وما شئتك لا ما شاء الله ثم شئت باذن الله ثم اذنك لو لا الله ثم فلان ما حلفش الا بالله سبحانه وتعالى كده بنصحح العقيدة مع رمضان وبنتلع من رمضان بعقيدة انقى وتصحيح شركيات كنا بنقع فيها وفعلا نطلع ربي وربك الله شعار جميل نلتزم به ربنا يتخبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله